أهلا بحضراتكم من جديد ستر مصرية دايما موجودة في كل صبق وبتساعد بكل اللي تقدر عليه ودايما هي نموذج للنجاح في كل شيء وفي كل المجالات لما نتكلم عن التعليم والتعليم أونلاين والتحول اللي حصل في التعليم مع فترة كورونا لأن كل بيت مصري اهتم أكتر ما هم أصلا مهتمين بمسألة التعليم نهاردة معنا الأستاذة ريجينا سيد معلمة اللغة الفرنسية بمنصات البس المباشر لوزارة التربية والتعليم واللي قدرت أنها تغير مسألة التعليم من حصة عادية جوه الفصول لمسألة المنصات البس المباشر ونعرف منها أكتر يعني إزاي بقى عملت ده وإيه الأصعب صباح الخير عليك يا فاند صباح النور يا فاند مسألة التعليم من خلال منصات البس المباشر وإلى أي مدى في استجابة من الطلاب لده وبالنسبة لك كمعلمة إيه الأصعب كمعلمة كانت الأول في صعوبة في الأونلاين لكن بعد لما لقينا قدمناه بطريقة معينة غير الحصص التقليدية اكتشفت في وقت من الأوقات أن الأونلاين أفضل كتير من إيه الطريقة اللي حسستك بكده هو إحنا البداية كانت إن إحنا كان تم لقاء بيني وبين مادام وفاق عباس مستشارة اللغة الفرنسية وكنا اتكلمنا على إن المدارس الفرنسية شوية ملهاش حاجة في زمن الكورونا يعني ابتدت المنصات البس المباشر يبقى فيه سيانس ساينس يبقى فيه إنجلش يبقى فيه دكتور ريدا حجازي فقامت ابتدت إن هي تمشي في اتجاه إن يبقى فيه منصات بس مباشر للغة الفرنسية ومن هنا ابتدنا ننطلق ابتدت أبص على اللي بيتقدم لقيت حاجات شرح على التلفزيون عادية طريقة العرض عادية وإلقاء فإحنا قلنا بلاش نبقى في الطريقة التقليدية لإن ده منفر مش محبب للطالب مش هيشد الطالب فبتدينا نشتغل فسن الموضوع لسه جديد وليسه صعب لسه جديد وصعب وما كانش فيه صدى يعني إحنا لو إحنا بسطينا ما كانش لسه الطالب يعرف منصات البس المباشر كان هو بيلجأ دايما للمدرس اللي ممكن يجيله وينقزه في التوقيت دوت أو هو يبقى أم جميع سغنانة في سناتر مقفول عليهم فإحنا بتدينا ناخد الموضوع بطريقة تانية فبتدينا نعمل طريقة عرض شيقة عن طريق إحنا طبعا في المركز الثقافي الفرنسي كمدرسين فرنسي بيساعدونا دايما إن إحنا ناخد وسائل تقنية حديثة زي مثلا التدريبات الانتراكتيف اللي فيها تفاعلات بالزبط كده الطالب يعتمد على نفسه في الحل فبتدينا إن إحنا ناخد دوت في منصات الوزارة نفس المركز الثقافي اللي في المونيرة هو نفس المركز الثقافي لسه شغالين بتشتغلوا معي بنشتغل معي بنفس الأسلوب وبنتور يعني إحنا في الزمن الكورونا طبعا طورنا كتير جدا عشان نقدر نعمل مناهج لغة فرنسية ودي نطلب مجمة جدا على الطريقة الجديدة إن إحنا نعمل تدريبات اوتو كوريكشن هم يصححوا مع نفسهم شرح هم يشوفوه ببوتون ببرامج تانية غير إن إحنا كمدرس هو دايما اللي بيلقي فابتدى الطالب هو اللي يبحث هو اللي يفهم الوحيد شغوط المدرسين اللي بيشتغلوا على منصات البس المباشر هل لي شرط معين تدريب معين لازم المدرس يبقى أخدوه هي كانت اعتمدت دايما إن هي في الاختيار الأولاني الناس اللي قردي كانت مدربة لإنه كان الوقت داية الفكرة جات في وقت داية محتاجينهم آه يعني إحنا اتكلمنا مثلا في شهر 9 كان عندنا توادر مدربة عندنا فورا كده يشتغلوا على منصات البس المباشر آه فيه إحنا كنا تقريبا حوالي 12 اللي هم اللي أخدتهم في الأولانية يعني في المرحلة الأولى بعد كده بصراحة فيه مدام شيرين راغب معيها بتدت تاخد مدرسين ومدرسات تبتدي إن هي تعدهم وتدربهم فالموضوع بتدى يكبر السنة اللي فاتت كان فرنسي بس لا السنة دي هتبتدي تاخد الفروع الفرنسي في المجالات الأخرى يعني الكيميا الفيزيا الإحياء كده عزيم طيب عايز صاحك سؤال في تخصصك شوية الدراسات التربوية بتفرق إزاي مع المدرس يعني مش أي حد درس علمي يقدر يدرس والأسف إحنا في مصر عندنا المشكلة دي يعني مش عايزة حدد حاجات بس ما ينفعش يبقى حد خريج علم كذا بيدرس العلم ده في المدرسة بيبقى فيه فروقات في التعامل وطريقة الشرح والتفاعل مع الطلبة هي الدراسات التربوية بتساعدنا إن إحنا نشتغل على الطالب نفسه أصلي يعني معلش مش كل من قال أنا هخش مهنة التدريس بيبقى مدرس أو بيبقى معلم في الآخر منهم اللي بيدور على المكسب ومنهم اللي بيدور على الوقت بقضي أو شغلانة في الآخر يعني مهنته امتهن لكن هو عمتا الدراسات التربوية أنشأت فينا إن إحنا جوه المدرسة أو جوه الفصل مش عشان إن إحنا نكسب يعني إحنا علشان ننمي طفل واعي وبننتظر منه مستقبل يعني يستعيدنا في المستقبل مدارس الرهبات دايما إحنا بندور على ده عشان كده أنا عايزة كنت حرقتيني السؤال كنت عايزة أل في آخر الحلقة بس يلا مدارس الفرنسوي ليه دايما هي يعني بيطلع منها ناس كتير شطرة يعني سواء أنا مش عايزة أقولها سامي بس يعني فيه مدارس مشهورة وليها تاريخ يعني ده بقى أكتر من مئة سنة علشان فيه زرعة مبادئ طب اشرح لنا أكتر يعني إحنا بنحاول إن إحنا نتواصل مع الطالب على أساس إنه مش مش أداء إحنا بنتعامل معها وخلاص خلص الوقت ويمشي لأ إحنا بنقيم علاقة تواصل بيننا وبين الطالب فبتبقى المؤسسة كلها قائمة على مساعدة الطالب دوت سواء معنويا سواء معنويا بيبقوا سريكت شوية بنبقى شهدات شوية بتلاقيهم محبوبين جدا بيبضلوا يتكلموا عنهم يعني طول حياتهم من أيامكنا بنحتفل بعيد المعلم كل سنة وحضرتك وكل معلمين وصلوا بخير طبعا مرسي جدا ومن أكتر الناس اللي بتوعى تتكلم عن مدرسها وعن معلميها اللي كانوا في مدرس رهيبات أنا عندي يعني أسلوب شوية بحبه إن أنا أم قبل ما بقى معلمة في النهاية كلنا أولياء أمور مضغوط فأنا حبيت إن أنا أقيم مع الطالب علاقة ودية وبعد كده جت المرحلة التعليمية فأصبح الألفة دي عاملة نجاح معين طيب أنا عايزة لسؤال معكوس شوية هل اللي بيساعد في ده هي الفكر بتاع أولياء الأمور اللي بيختاروا مدرسة لأولادهم يروحوا مدرس رهيبات أو رهيبان ولا الموضوع هو النظام التعليمي جوه لأن ممكن حد يفتكر أنا ممكن أودي أولادي مدرسة رهيبان أو رهيبات رهيبات وما ي لا ولاي نتجة مختلفة عن اللي هو بيسمع عنه بالضبط بالضبط ففدرت تعاون البيت طبعاً بيكون فيه دايماً تعاون من البيت لأنه معروف أنه إحنا بنسلط الدوق على الطالب أكتر فبيبقى عنده مهام بزيادة سواء بحث سواء مهام هو بيعملها في البيت فطبعاً الأسرة بتبقى متفهمة ده جداً أنه هم الناس دي بتعملهم بطريقة معينة أو في سياق معين لبناء الشخصية دي هبتبتدي ولية الأمر أو ولية الأمر بيساعد وخاصة أنه إحنا دايماً فيه لقاء ما بين المؤسسة وما بين أولياء الأمور طب حضارك شايفة العملية التعليمية في مصر رايحة فينا هل إحنا قدام يعني أحداث كده تغيير ونقلة نوعية في التعليم وفي مستوى الطالب المصري لفترة اللي جاية هو طبعاً إحنا مهما تكلمنا دلوقتي ما فيش حاجة هتبقى ظهرة عشان ما أقولش كلام شعارات أنا مش متعودة على الشعارات بس إحنا لو تكلمنا هو مشي في التجاه الصحيح حاسة بتغيير؟ آه فيه تغيير يعني اتعودوا على مسألة الأونناين تعودوا على مسألة أنهم يدخلوا ويبحثوا زي طلبة الجامعة أو على أقل إحنا مدرسنا أكبروهم أن إحنا فيه وقت بحث فيه وقت أن أنت اللي بتناقش فيه وقت أونلاين لأنه دي يعني مهارات ما كانتش عند الطالب المصري فمهم جداً أنه نكتسبها وفي مراحل مبكرة وخاصة مع مرحلة الانتقالية بتاعت السنوية العامة لا طبعاً كل اللي طالع لا هيبقى مؤهل لفكرة زي دي لأنه طبعاً السنة دي ما بنتش وإحنا طبعاً كلنا مرينا عشان سنة الكورونا بالزبط كده بالمنعطف بتاع السنوية العامة اللي عاد السنة دي بس طبعاً لا هو هيبقى فيه آخر سؤال لو حطينا في 3 نقاط الحاجات اللي نقصة وعايزينها تحصل في 3 نقاط في خلال الخمس سنين الدراسية الجائية خمس سنين لو عندك القرار أنا هعمل واحد اتنين تلاتة هحبب الطالب في العملية التعليمية لأنه ما أصبحش بيحبها دلوقتي قوي شايف إن فيه فجوة هنمي فيه فكر وهنمي فيه انتماء للحاجة اللي بيعملها ويفكر فيها كويس قبل ما يعملها العطاء اللي هو بقى هيديه بعد كده يعني أنا أحب أشتغل دايماً على النقطة التلاتة اللي هم بيخلوا الطالب كيان وحضرتك لو مش هتحب اللي بتعمله عمرك ما هتعمله مصبوط يعني أنا ساعدت جداً باللقاء برغم إنه كان قصير بس استفدنا كتير وحضرتك نورطينا كل سنة وحضرتك طيبة طبعاً وحضرتك طيبة وحضرتك طيبة وكل سنة وكل معالمين مصر بخير سيدة رجينة سيدة اتشرفنا بك وبوجودك معنا في صباح الخير يا مصر أنا كمان اتشرفت جداً برسي جداً